برضو من الأخبار والأشياء الأجيبية اللي احنا بنتابعها بشكل مستمر شفنا النهاردة مبادرة خير مبادرة جميلة جداً عظيمة جداً عملتها الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال واختارت اسم ليها اسمه تحدي الخير عشان تساعد من خلالها الأسر المحتاجة خاصة في الوقت الصعب اللي احنا بنمر به وكمان دخلين على شهر رمضان كل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة رب نسمع أكتر عن المبادرة دي مع الأستاذة أميرة صابر صاحبة مبادرة تحدي الخير يا أستاذة أميرة تحياتي لحضرتك مساء الخير عليكم مساء الخير على حضراتكم أهلاً وسهلاً أنا محتاجة أسمع منك تفاصيل المبادرة وجات إزاي وتنفيذيها إزاي أكيد أكيد هو الأول بس أنا أحد المشاركين في المبادرة زي ما حضرتك شفتي كثير من الأعلمين والمشاهير بدأوا الفترة اللي فاتت يتحركوا في اتجاه دعم الأسر الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً والحقيقة إحنا الجمعية جمعية أهلية حرف التضامن وشغلنا الأساسي كان شغل في المجال الطبي تدريب الطبي والتوعوي وما إلى ذلك لكن في اللحظة راهينا الحقيقة ودي منصة كويسة أدعو منها كل صاحب أداة يقدر يستخدمها إحنا الجمعية عملنا حكثين قلبنا الصفحة بتاعتنا على منصات التواصل الاجتماعي لعيادة لأنه عندنا تيم من الأطباء وكمان عملنا مبادرة التحدي الخير وقبلنا التحدي واخدناها على عاطقنا الموضوع يعني أنا نزل طبعاً شوفت الأسر قد كده محتاجة إزاي أمالي يومية كتير قوي عيشهم اتقطع تماماً في اليومين الصعبين دول ناس كتير كتشغلة في المطاعم وكتشغلة على تكسي وكتشغلة على توك توك وغير 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 وعلشان أوقات العمل وعلشان الظروف طبعاً شغلهم يتقطع يقلب كتير قوي قوي فلو مش الوقت دل الناس المليان فيهم هيكبع الفاضي مش هيبقى أي وقت تاني والناس هتفتكر اللي ويف جنبهم والناس هتفتكر اللي تخلى عنهم فرجال الأعمال الجمعيات الأهلية طبعاً الدولة يعني نسبها في اللي عندها دلوقتي كل واحد قادر يعمل حاجة بشكل شخصي يجب ألا يدخل ولا يتأخر أبداً احنا عندنا المبادرة التحدي الخير أحد أهم الفعليات اللي هندعمها في الجمعية استهدفنا ألف أسرة وان شاء الله بإذن الله بفضل طبارات الناس وبدعمهم نقدر نوصل لعشر تلاف بنوح أماكن أنا يمكن ما كنتش عارف أنها موجودة على الخريطة وأن الناس قد كده في قرب عظيم يعني احنا رعينا في الدعم الغذائي يكون متوازن لأنه العمل الرأي في الشنطة كان بعض الأطباء حتى الشنطة فيها بخليات وفيها شاي ولبن وحاجات وكارتوهجرات السلة الغذائية كاملة وفي نفس الوقت وده الأهم واللي عايز أقوله احنا مش بس بنوصل لدعم المادي الغذائي للأسرة احنا بنعملهم توعية كاملة يعني احنا بننزل نعلمهم يغسلوا قديهم صح ازاي نقولهم ينظفوا بيتهم والأسطح بقد ايه معيار الفلور للمية ازاي واللي خرج من بره ده يسيب الحذاء بتاعه بره الباب والاستجابة اخبارها ايه اصداد امير الاستجابة عظيمة على الناحيتين الحقيقة وفي تأدير كبير لانه زي ما بقول لحضرتك الناس محتاجة دعم حقيقي كانوا فرحمين وكانوا متطميمين انه الناس مش نسياهم في الظرف ده كانوا محتاجين يعرفهم في حد بيططب عليهم محتاجين يعرفهم في حد وقف في ظهرهم محتاجين يعرفهم في حد مهتم بيهم يعني حقيقي النجاة في هذا الظرف مش هتكون نجاة فردية هتكون نجاة جماعية لما كلنا نبص على بعض على قد ما نقف انا بشكرك شكرا جزيلا استاذة اميرة صابر يعني احد المساهمين في المبادرة مبادرة التحدي الخير طبعا على كل التفاصيل الايجابية المفرحة اللي بتخلي دايما ان احنا جوانا امل ان احنا قد ايه قادرين نتجاوز كل الاوقات الصعبة اللي بنمر بيها هنا في مصر